قالت وكالة مواجهة الكوارث في الفلبين ان عدد السكان النازحين جراء ثورة بركان مايون ارتفع الى اكثر من واحد وستين الفا بحلول يوم الاربعاء اذ يقذف البركان حماما تسببت في اعمدة من الرماد وصل ارتفاعها الى خمسة كيلومترات وذكر ماهد علم البراكين والزلازل الحكومي ان التحذير من ثورة بركان مايون ظل عند المستوى الرابع وهو ثاني اعلى مستوى بعد خمس دفعات من الحمام الكثيفة التي اطلقها البركان بشكل متقطع على مدار 19 ساعة منذ صباح يوم امس الثلاثة